قبل أن يكون على هذا الكرسي كانت لجلال السماوي قصة مختلفة تجاوزت قصته اليمن لتعرفها دول عربية أخرى يعدد جلال ابن محافظة ذمار شهاداته التي حصل عليها البطولات التي خاضها سابقا في لعبة الجودو قبل أن تجبره الحياة فجأة على اتخاذ طريق آخر أحداث تسببت بأن يصير جلال إلى هذا الحال فقد أصيب بطلق ناري في عموده الفقري إثر خلافات شخصية أصبحت لعب عربي حققت بطولة خارجية في مكة وملكة العربية سودية وحققت بطولة وأربع آسيا في لبنان والآن أصبت بطلق ناري والآن أصبحت المقعد والشباب والرياضة والاتحادة لم ينجدوا لم يفعلنا أي حاجة ولا راتب كانوا معي راتب لن يكلفه هذا الطريق أشياء كثيرة أحجار فقط واستعادة مهاراته المهنية القديمة ونسيان إعاقته الجديدة من المحافل الدولية والأضواء إلى هذا المكان أحجار تأخذ شكل حاجز جداري ومحل مفترض لأنه لا يملك حتى المال الكافي لاستئجار محل ليمارس فيه عمله إصلاح الدراجات الهوائية وتأجيرها مع بعض الألعاب الأخرى في عمله لا ينسى استحاب تاريخه البطولي الشهادات والميداليات التي حصل عليها من فعاليات عدة داخل اليمن وخارجها وكل ما له صلة بذلك الماضي القريب الذي توقف قبل خمس سنوات حين تعرض للإصابة أفنى عمره في رفع علم اليمن في البطولات الخارجية والداخلية وهذا جزاء يعني إذا ما كان نقولها باللغة العامية أنه لقى لمهرة مناشد مننا لوزارة الشباب الرياضة بما وعدوه من تذكيرتين إلى الخارج زائد مبلغ مالي خمسة ألف دولار هذا كان قبل خمس سنوات هذه الذكريات لن تكون لزاما على بطل الجودو أن ينساها إنها تاريخه الذي أوقفه رجل لم يكن يدرك أن تصرفه لا مسؤول قد يتسبب بأعاقة شخص وإجباره على قضاء أيام وسنوات فوق هذا الكرسي